بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثامن والعشرون الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد يواصل الشيخ رحمه الله كلامه عن الإيمان فيقول فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردا من غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل ما الإسلام وما الإيمان وكقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكقوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح وذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم فإنهم خيارهم قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين ثم يقول من آمن منهم بالله واليوم الآخر ثم يقول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة والإيمان الآخر عمهم كما عمهم في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة وجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب وإذا ذكر اسم الإيمان مجرد لن دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كقوله في حديث الشعب الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وكذلك سائر الأحاديث يجعل فيها أعمال البر من الإيمان ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته فقوله لا صلاة إلا بأم القرآن وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ونحو ذلك فأما إذا كان مستحبا في العبادة لم ينفيها لانتفاع المستحب فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البري مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أبو بكر ولا عمر فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه فجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين وهذا لا يقوله عاقل فمن قال إن المنفية هو الكمال فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فهو صدق فقد صدق وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجوز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازة فإذا قال للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصلي وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة لا صلاة لفذ خلف الصف كان لترك واجب فذلك قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون يبين أن الجهاد واجب وترك الإرتياب واجب والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه وكذلك قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هذا كله واجب فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات كما أن الإخلاص لله واجب كما أن الإخلاص لله واجب وحب الله ورسوله واجب قد أمر الله بالتوكل عليه في غير آية أعظم مما أمر بالغضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله قال تعالى فاعبده وتوكل عليه قال تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال تعالى وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وأما قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فيقالوا من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد الله وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب وهذا كقوله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله فإن نفس الإيمان ينافي موادتهم كما ينفي أحد الضدين الآخر وبهذا نكتفي في هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة